اكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ ان قرار اوبيك و اوبيك بلاس بخفض انتاج النفط الى مليوني برميل يوميا خلال شهر نوفمبر المقبل جاء بالتوافق والاجماع بين جميع الدول الاعضاء في المنظمة وبعد دراسة فنية مستفيدة بحتة متخصصة في اوضاع وتطورات الاسواق العالمية واكد سعادة الوزير على همية ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الماضي لأوبيك و اوبيك بلاس من اجل تعزيز الاسواق بما يحقق المنفعة الايجابية للاقتصاد العالمي بشكل عام حيث جاء القرار بناء على اعتبارات اقتصادية بحتة وبقناعة تامة بالدراسة التي اجراها الفريق الفني بالمنظمة وعلى حقائق العرض والطلب في السوق العالمي للنفط واكد وزير النفط والبيئة حرص الدول الاعضاء على اتخاذ القرارات التي تهدف الى استقرار الاسواق النفطية مشيرا الى انه من خلال الاجتماعات المقبلة سيتم دراسة اي مستجدات اقتصادية لضمان استقرار الاسواق والامدادات العالمية والتوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين اشتركوا في القناة